بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة بسمة أمل النهاردة بتقول الخير ما بيروحش أبدا الخير يلف 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 ويرجع لغاية عندك الخير دايرة أيها دايرة يعني لو بادل الخير في نقطة يلف يلف ويقمراجع لنفس النقطة يعني يرجع عندك تاني هل انت مؤمن بدا قوي؟ بسمة أمل النهاردة قصة رمزية ممكن تكون حقيقية بس هي رمزية حقيقية ولا رمزية هي القصة بتقول قصة رمزية بتقول إن بنت بقعت مناديل البنت بتقف في الإشارات تبيع مناديل للناس اللي وقفة في الإشارات مناديل 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 فالبنت وقفة في الإشارة بتبيع مناديل فلاقت واحدة ست سيئة عربيتها وبتعيط فالبنت اتحرك في قلبها الخير فقمت رايحة حطلها كيس المناديل ومشيت وماخدتش فلوس اعتبرت إنها كده يعني بتسعبها هي بنت غالبانة فالسجت لسيئة العربية اتحرك في قلبها الخير معقولة بنت صغيرة تعمل معايا أنا كده فتأثرت للخير اللي عملته البنت معاها فنشفت دموحها وكتبت رسالة أنا أسف حقك علي أصلها كانت بتعيط عشان ما تخنق مع جزها فلما بعتت الرسالة دي جزها كان هو كمان قاعد مكتئب في مطعم متدايق من الخناء اللي بينه وبين مراته فلما شاف الرسالة فرح فاتحرك الخير في قلبه فقرر إن الويتر أو الجرسون اللي موجود في المحل يديه له بقشيش فقال بطلع مية جنيه وقال له دول علشانك فالجرسون خد المية جنيه فاتحرك الخير في قلبه ففكوهم حط 70 جنيه في جيبه وخد 30 جنيه إدهم للست الغالبانة اللي بتبيعوا خضار جنب باب المحل السبت خدت الفلوس وراحت عالجزار تشتري لحمة أصل 30 جنيه دي ما تجيبش لحمة فالجزار اتحرك الخير في قلبه فزود لها اللحمة شوية بال30 جنيه القليلين بتوحها فخدتهم عشان تطبخ لحمة لحفيدتها اللي بتبيع مناديل كل يوم الصبح في الإشارات فاهمين؟ لف الخير ورجع للبنت السباية لتاني دي قصة رمزية ولا حقيقية؟ دي قصة بتحصل في حياة كل واحد مننا كل واحد مننا بيحصل معا كده بس إحنا عشان الحياة بأتمدية قوي ما بنتبعش إن الخير رجع تاني والله بيرجع تاني مجرب الخير دايرة يلف ويرجع لك تاني ربنا بيقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها الخير يدور ويعود إليك والشر كذلك فاختار ما شئت إيه رأيكم؟ بسمة أمل اللي يعمل الخير ويبقى مضطمن الخير ما بيروحش الخير لازم يرجع تاني شكراً والسلام عليكم ورحمة الله شكراً للمشاهدة